اهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في الكلمة إنعاش لقلوب كل المعذبين الباحثين عن الحرية التي تليق بهم الطمحين إلى حياة عنوانها كرامة الإنسان والأديب الروائي مؤثر في مجتمعه تماما كالشاعر وفي بعض الحالات ربما يتجاوز الروائي بسرده وقصه وفكرته وأسلوبه وما يريد قوله ربما يتجاوز الشاعر بكل هذا ليؤسس لفكر صاف ووعي كامل يستمد من نبع صافية وروح وافية وقناعة كافية هي المهمة الشاقة التي لا يقدر على فك رموزها إلى من أخذ على عاتقه واجب أن يؤثر في الناس لتكتب لإبداعاته الحياة مشاهدين نرحب بضيفنا معنا هنا في الأستوديو الأديب والروائي وكذلك الشاعر المصري الأستاذ علي الصاوي أهلا بك أستاذ علي معنا في بيت القصيد أهلا بك أستاذ مصطفى شكرا لهذه الضيافة الكريمة ألف شكر حللت أهلا ونزلت سهلا وأنت الأديب البارع والروائي المصري الرائع في البداية أستاذ علي العلاقة بين الأدب والكلمة من وجهة نظر علي الصاوي تفضل العلاقة بين الأديب والكلمة قال علاقة بين الحامل والمحمول فالأديب يحمل كلماته أينما ذهب هي أداة تعبيره عن الواقع وعدس مكبرة يرى من خلالها حراق الحياة فطبعا وفي نفس الوقت أيضا يعبر بهذه الكلمات ويدافع عن مجتمعه أو يدافع عن واقعه أو عن قضياته التي يطرحها سواء مدافعا عنها أو منتقدا لها فالكلمات بصوت الأديب يعني يطوف به في كل مكان ويرى الواقع من خلال كلماته والكلمات هي الثوب الذي يلبسه الأديب المعنى فالمعنى بلا كلمات ليس له أي وجود أو ليس للمعنى أي وجود بدون الكلمات فالكلمات هي الثوب الذي ترتديها المعنى أو يلبسها الأديب المعنى جميل جدا إذا أردنا أن نتحدث الآن عن الشعر هناك غاية لكل الأجناس الأدبية الموجودة والتي برعى وأبدع بها الكتاب العرب على امتداد التاريخ وفي مراحل وأصور مختلفة لكن الشعر العربي الفصيح من وجهة نظر علي الصاوي الأديب والروائي المصري وربما متذوق الشعر أو الشاعر الشعر ما الغاية من الشعر باعتقادك؟ أكيد طبعا الشعر وفن من فنون الأجناس الأدبية قائم بذاته له خصوصية خاصة وهو ضارب بكذوره في عمق التاريخ غير الرواية الشعر ديوان العرب لكن في هذا العصر يقولون أن الرواية هي ديوان العرب الحديث وفي قد المعصرة التي نحن موجود فيها ربما تغضب كثيرين من الشعراء ربما تغضب لكن هذا هو الواقع سوق الرواية أصبح له له مش أقول الأفضلية ولكنه منتشر أكثر مرغوب أكثر مرغوب وقذب أكثر لطبيعته القصصية فنحن مقبلون على سماع القص والقص في حد ذاته بخلاف الشعر الشعر أهله خاص أكثر ربما كان من بريا ونخبويا ويحتاج إلى خلفية ثقافية معينة أو كافية بحيث أن أفهم المعاني وأفهم التعبيرات حتى أنه له طقوسا خاصة سواء بالكتابة أو بالقراءة حتى في مفرداته أيضا فهو الشعر خاص أكثر من الرواية ممكن أي حد يقول أنه رواي لكن ليس أي حد يقول أنه شعر لكن حديثنا عن الغاية ما الغاية من الشعر؟ لماذا الشعر؟ الشعر العرب قدمه كل إنسان يبحث عن الخلود الفراعين عندنا في مصر خلدوا أنفسهم عن طريق النقوش والرموز والجدران أوروبا خلدت أيضا تاريخها عن طريق الرواية الرواية بدأت أوروبية العرب خلدوا تاريخهم وحياة طبيعة حياتهم وثقفيتهم عن طريق الشعر الشعر ديوان العرب لكن الشعر كان بالنسبة للعرب ليس طرفا وليست مجرد مباراة أو مجرد هجاء أو متح أو زم ولكن الشعر كان بالنسبة للعرب يعني حياة معرف كان يعرف العرب أنفسهم ويعرف الناس بهم أيضا وفي نفس الوقت أيضا كانوا يبرزون فيه صفتهم الحميدة ويبرزون فيهم جلدهم وصبرهم وفي نفس الوقت كانوا برضو يعني يدونون أو يخلدون معاركهم مع الآخرين في أشعارهم وبالتالي تستطيع أن تتعرف على خصائص هذا النوع من الناس من هم العرب يعني من أكثر أغراض الشعر التي تلفت انتباه الأديب والروائي علي الصاوي شعر الحماسة أفضل شعر الحماسة الهجاء المديح لا هو الهجاء يبقى لأنه صادر أنت ذهبت للحماسة مباشرة لماذا الحماسة على وجه التحديد لأنها مناسبة للواقع الحالي نحن محتاجين إفاقة ويقزة نعرف من نحن بالزبط يا سلام كل أصبح تكالب علينا الآن من كل حد بنوصد نرى في غزة الآن ما يحدث في غزة مش محتاج شرح لكن هذا أمر طبيعا يكون لك عدو لكن أين نحن من هذا العدو هل هم العرب اليوم هم عرب الأمس فعلا هل عرب اليوم عرب الأمس إذا حدث أو حد يعني دسلهم على طرف على طرف يعني تنرضي في علوم عادي كده هل هم قادرون على ملء الفراغي أم لا مستحيل العصبية كانت هي المقدمة دايما في هذه الأمور وفي هذه المسائل التدفعية أو الخلافية أو الاعتدائية من عدو خارجي كانوا لا يبيتون على الضيم فما بالك ونحن اليوم نجتمع باللسان والأرض والعقيدة كل شيء مشترق بيننا دين ولسان وعقيدة وأنا بواحد وجغرافيا أيضا لكن رد الفعل مخيب الأمل بكل أسف ليه بقى؟ لأن العربي لا يعرف من هو يعني لو شفت في ديوان الحماسة مثلا أبيات شعر يعني إن شاء الله يعني الأبو تمام جمع في هذا الديوان فحول الشعراء تخيل فحل من الشعراء يجمع في ديوان فحول الشعراء هات أسمعنا مما يقول يعني مثلا يعني فيه مثلا قصة لرجل كان في الصحراء وغار عليه بعض اللصوص وأخذوا إبله فاستغسى بقومه فلم يغيسوا زي ما استغسى كده بتستغيس بنا ولم نغيسها يعني نفس الأمر فما الذي حدث وقف يعني يعني ينظر إلى نفسه ويتضاء الحجم نفسه يعني ويذكر نفسه بأبيات شعرية جميلة جدا ويتمنى أن يكون من قبيلة فلانية أو معينة عشان تغيسه يستغيس بها فتغيسه فكان بيقول إيبا ماذا قال؟ أو ماذا قال؟ لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بني اللقيطة من ذهل بن شيبان إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة أنذلوثة لانا قوم إذا أبدى الشر ناجزيه لهم قاموا إليه ظرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا يرجون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا يعني هو بيقول هذا الشاعر لو راح استغاز بقومه لو كان من قبيل طعمه راح استغاز بهم مش يسألوه ساب المشكلة هيروحوا مع على طول فعلا وبعد كده يسألوا بقى سينصرونه بشكل مباشر ولاحقا يفكرون وبعد يشوف إلا حصل إيه التفاصيل بذلك لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا غساء غساء السيل قام قال علجيند الشاعر خبرت المسلمين فما نداهم سوى الألفاظ يضروها الهواء يفوقون الحصى والرمل عدا وهم إن نابت البلوة غساء بل همش أي قيمة خالص ويلوم أي تأثير في التدافع وحرك الحياة الموجود في الحال حتى لو اعتدى أحد عليهم لا يحرقون ساكنا بلغ بهم الزل والهوان أن يرون أخواتهم يفعل بهم ما يفعل ومع ذلك يختفون بالشك والاستنقار أين نخوط العرب لكن الخير يبقى في هذه الأمة والأمل باق والأمل والمأمو والأمل نجد من ينصر كل مظلوم كلامي أيضا ليس معنى العرب كان عندهم برضو يعني منظومة بيتعاملوا من خلالها يعني ما كانوش عصبيين على الدوام لكن اللي كان بيعتد عليهم عليهم كانوا يؤدبونه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلي وهذا أيضا في دوان الحماس أيضا يا سلام لأن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحاين أحوجه ولفرص للحلم بالحلم ملجم ولفرص للجهل بالجهل مصرج فمن شاء تقويمي فإني مقوم ومن شاء تعويجي فإني معوج الله وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخى ولكنني أرضى به حين أحوجه ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأم كان من بين الأسنة مخرجه خب بالك من هذا البيت فإن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر أسمجوا فقد صدقوا والذل بالحر أسمجوا هناك أهوى من هذا نعم أن تبيط على الضيم وعلى الهوان فطبعا العرب كانوا ليعتدون على أحد إلا إذا اعتد عليهم كانوا يؤدبونه فعلا وهناك أيضا أحد الشعراء في هذا الديوان الحماس أيضا أنا معجب بهذا الديوان فعلا فضاء زدنا بصراء كانوا استمثرة لصأره يعني كان عنده طار أو كان عنده مشكلة وخلاص جاء الوقت كان مشغولا بثأره آه مشغولا بثأره فجي توقيته خلاص راح ياخد حقه فطلع بيط خرج وركب حصانه أو فرسه وهو يقول إيه هذا أوان الشد فاشتدي زيام زيام اسم الحصان قد لفها الليل بسواق حطم حطم يعني أبل أو أبل حبل أبل شيء حطمه على طول ليس براعي إبل ولا غنم يعني ليس من أفناء الناس ولا جذار على ظهري وضم ثم يقول خجلذ الساقين خفاق القدم باتوا نياما وابن هند لم ينم يا الله فكانه يعبر بأبيات الشاعر عن شخصيته يعرف الناس بصفاته الشخصية أيضا يعني هناك ينام الموت في كل شارع ويحسو خمور الدمع من عين جائعي متى تشبع الغربان من لحم شعبنا وشعبي ينام الليل فوق المواجع وكيف يعود الوقت أخضر للورى وقد جف عود الحلم قبل المرابع كفرت بهذا الطين يغفل قاصدا ولم يتحرك بعد هذه الفضائع على الجسد المدفون في عمق بيته أصلي صلاة الحزن من غير جامعي وضوءي دموع الأهلي ساعة لم أجد لأجل صلاتي غير نزف الأصابع فيا أمة المليار فيا أمة المليار أين الحراك لا نرى في المدى إلا زحوف التراجع صراخ ضحايا الحرب في كل غارة صداه ينادي الآن بالله سارعي لنا الله من هول نقاسيه وحدنا نراه حراما في جميع الشرائع عفونا عن الصاروخ عفونا عن الصاروخ فالصمت مجرم يقطعنا أضعاف نار المدافع يقطعنا أضعاف نار المدافع ربما هذا ما أردت أن تشير إليه أستاذ علي أن صمت الأخ عن وجع أخيه هو ما يوجعه ربما أكثر من القصف والقتل والتشريد وماذا تكون نكبة الأخي إلا أن تكون اسما آخر لخزلان إخواته أو مزلتهم هكذا قال الرفعي كنوا مع إخوانكم بمعنى من المعاني والقضية الفلسطينية يعني أنا رأي الشخص أن كل الإمكانات والموابع الحالية تصخر لنصف هذه القضية هذا رأي الشخصي ما ينفحش أن ننفصل بالشعر أو ننفصل بالأدب عن واقعنا المعايش أو المعاصر لا بالعكس ربما كلمات أغنت عن كتيبة وربما قول أغنى عن صول لا أحد يستهن بما يملك من أدوات ومن إمكانات لذلك الكفاح بالكلمة أو التعبير عن قضيانا بالكلمات ده شيء مهم بالنسبة حتى للأعداء أيضا يعني تخيل قلدي يا مئير لما مات غسان كنباني ماذا قالت يعني قالت أن غسان بقلمه كان يشكل علينا خطر أقصر مما يشكله ألف فدائي وقالت نحن اليوم قضينا على كتيبة كملة يا الله هذا رجل لكن رجل بأمة رجل صادق شريطة الصدق أيضا الصدق هو الذي يعني الذي يشكل فارق ما بين كاتب وكاتب وهو الذي يخلق التأثير الحقيقي هو الذي يحشد الناس بعلهم يصدقون فعلا ما تدعو إليه يعني أو ما تناصره فهذا أمر يعني مهم جدا للفت النظر إليه أجدت فعلا والله طيب ليتك تحدثنا الآن أستاذ علي عن قيمة الكلمة في مشوار إصلاح الحال الإنسانية بشكل عام طبعا الكون بدأ بكلمة يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال اقرأ لأهمية الكراءة والمعرفة لكن بكل أسف يعني في العصر تراجعت الكلمة بشكل كبير حاليا في الوقت الحالي ولم يعد أحد يعبر عن قضيته بالكلام لضيق الحريات أولا وتراجع الناس عن الارتقاء الثقافي وطلب المعرفة والبحث عن الفرضيات وعدم التفاعل مع القضايا المعصرة في الوقت الحالي غير أزمان أخرى يعني في عصور أخرى مثلا كانت يعني الذين يشكلون الحياة الاجتماعية والسياسية هم مثقفون حاليا لم يعد هناك مثقفين حقيين فعلا دلوقتي مثقفين مثقفين إثارة أما احنا في الوقت الحالي محتاجين مثقفين مشاريع إنسان لديه مشروع يقدمه للناس عن طريق الكلمة لأن الكلمة هي أساس كل شيء نريد مثقفين رموزا لا نريد مثقفين يقدمون ما يطلبه الجمهور فقط ما يطلبه الجمهور يعني أو العامة من الناس ولا يتمهى مع الثقافة السائدة ويؤمن بفوقية الترند ما فيش حاجة اسمها الكلام ده يعني يعني الرواق لا يعقص القيمة قيمتك في قيمة ما تقدمه وفي أهمية ما تقدمه وكيف يخدم محيطك فعلا إذن القيمة والأخلاق والمبدأ والرفع أسمى قدران من مجارات وملاحقة الترند أن نكون عبيدا لهذه التقنية التي ربما توجه أحيانا الكاتب ليتفاعل معها في طريقة ربما تؤثر على كتابه وعلى إبداعاته وربما تؤثر على القراءة هذا أيضا أصر على الكلمة ما ذكرت حضرتك أصر أيضا على الكلمة لأصبح فيه ترميز للتفهين على سوشيال ميديا صحيح يعني حتى الإنسان اللي عنده أي شيء يعني متوارة تماما محدد شايفه خالص إما قدامه حاكتين اثنين إما أن يتماهى مع هذه الثقافة بمعنى أن يهبط بالمستقر أن يهبط بنفسه ويتماهى معها وهي غلبته كده عشان رجل أن يبقى في أغمار الناس محدد شايفه وإما أن يتصوم معه وينزاوي وينعزل وهنا أيضا يخسر ويحتفظ بنفسه على الأقل في المدى القريب هيخسر لكن على المدى البعيد وأما الزبدو فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكتوا في الأرض أنا أراهن أيضا على مناعة الناس وعلى مناعة التاريخ وإنصافه أيضا أن هؤلاء لا يدفنون أبدا مهما تواروا عن الأنظار في يوم الأيام سينصفهم الزمان مهما كان ومما ينفع الناس قرأ لنا فقرة من أدبك الجميل الذي سيزداد جمالا بإلقاءك الأحسن ربما بمناسبة ما ذكرناه الآن نتكلم على المثقف الذي يعني يعني عزل تحت تأثير أو طبيعا السوشيال ميديا المثقف الحقيقي يعني رغم أن عزلة المثقف عن محيطه وانفصاله عن قضايا مجتمعه تنزع عنه لقب مثقف حقيقي إلا أن انحضار المجتمع وسوق أخلاق العوام وتفش الجهل بنسبة كبيرة حتى يكاد يكون هو القاعدة والعلم والمعرفة استخناء يكون المثقف أمام تحدي حقيقي ومواجهة مع أمراض اجتماعية مزمنة والتي قد تطوح به من أول جولة لعدم قدرته على التطبيع معها فإما أن يتحول إلى مثقف انتليجنسي بتعبير غرمشي اللي هو المقرب من السلطة أي نخبوي يمثل السلطة ويقدم لها كل يوم القربين المتحي ونظور الثناء أو يتحول إلى مثقف حارس ويجلس بجوار فكرة معينة يحرصها ويدافع عنها وإن كان جوهرها عفن ولم تعد ملائمة لحداثة العصر أو يكون هنا هذا النوع أيضا من المثقفين موجود يعني أو يكون مثل شخصية الحمار المثقف بن يمين في رواية جورج أورويل مزرعة الحيوانات الذي كان منعزلا عن الناس لكنه فاهم ما يحدث حوله يتمتع بثقافة عالية ومع ذلك لا يحذر باقي الحيوانات من خطر حكم الخنازير حتى عندما كانت تلجأ إليه الحيوانات لمساعدتها من بطش الخنزير نابليون كان يعتذر بأنه لا يحب أن يورط نفسه فيما لا يعني ما يعني من؟ شخصية ذكية وسلبية في نفس الوقت وإما أن يجازف المثقف ويشتبك مع قضايا مجتمعه وسلبياته وإن لم تسعفه أدواته وفي الغالب قد يخسر حياته أو حريته وده الغالب اللي يحصل يعني وتلك أخطر آفة واجه المثقفين ومن يريدون إصلاح المجتمع وترقيته فكريا وسلوكيا فمن شقاء المجتمعات المريضة أن تقل نخة بالوعية ويطغى الجهل وتسيطر نخة بالفاسدة على ناصية كل شيء فلا يجد المصلح عاون ولا ظهير يساعده على القيام بواجبه فيؤثر العزلة ويختفي أو يطرق وطنه ويهاجر بعيدا حرصا على ما تبقى في نفسه من إنسانية وأخلاق طبعا هذه الخاطرة تناسب جدا موضوعنا وخطورة السوشال ميديا وخطورة تهميش المثقف والمشاريع ستقرأ علينا الكثير من مثيلاتها أستاذ علي لكن الآن دعنا نخرج أنا وأنت لاستراحة قصيرة وشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل أهلا بكم مشاهدين الكرام وما زلنا في رحاب هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد وهي حلقة خاصة بالمناسبة مع روائي وأديب مصري ومتذوق للشعر ويكتبه كثيرا ربما أحيانا أحيانا طبعا أحيانا أم كثيرا سأترك لك حرية التقدير لا هي مقرأة خواطر شعرية جميل يعني حسب يعني إذا كانت القريحة حاضرة وهرمون الإلهام يعني عالي جدا مثلا أو في موقف حصل معايا في المواقع ممكن أعبر عنه يعني بشكل عاطفي يعني لكنه ما هو السلوك يومي أو سلوك فكري أو سلوك هكذا يعني وربما أطاعم به بعض الكلمات يعني أستشفد بهذا الشعر الذي أكتبه أو بعض الخواطر الأشياء أطاعم به بعض الكلمات يعني كأيه يعني أقوم منها أقوم من الخاطرة التي أكتبها يعني ليه بقى ميزة الشعر خلاف الرواية الرواية شيء نسر والشعر حاجة تانية خالص الشعر يعني أيصر عملا يعني وأخف مؤونة الشعر إجمال والكتابة تفصيد لكنه يحتاجه تكثيفا الشعر يسطر والكتابة تفضح وما يخزل في النسر يعني لا يسطرف الشعر يسطرف الشعر يعني فهذه ميزة الشعر ربما في بيت أو بيتين يعني تجمل المعنى تجمل المعنى أما في النسر لا يكفيك صفحة أو صفحة طيئة أحسنت ربما رواية لذلك الشعر تكثيف أكتر وجزالة لغوية وأقصر كمان في المعاني لكن الرواية أو العمل النسري خاصة الرواية يعني لأنها بصدد يعني ومضورها معنا الرواية تحتاج إلى رؤية شاملة وبناء قصصي فسيح لكنها أصعب من الشعر بكثير لأنك تبني عالم على ورقة عالم على ورقة من صراع ومن زمان ومن مكان ومن شخصيات رؤية مدروسة النفسية والميول والأهداف والعقد النفسية اللي بتقع في الشخصية زي تبرزها لذلك الرواية أصعب بكثير من الشعر وهنا بيت القصيد الذي يثبت أن الرواية صعبة وإن انقاض الطوعا لكاتبها صعبة على من يكتب لكنها تكون سهلة على من يتلقاها ويتنقل بين سطورها وبين شخصها هو لا يعلم مدى التعب والرهق الذي أصاب الكاتب حتى استطاع أن يخرج له بهذه الرواية مترابطة بهذا الشكل النهائي الذي يراه القارئ على شكل كتاب أو رواية بين دفتين طبعا القارئ ملوح علاقة بالكواليس أنا ليس علي علاقة بالكواليس أنا عايز المنتج النهائي نعم أنت كتبته إزاي هذا أمر لا يهم القارئ في أي شيء خالص ولكن يهمه موضوع العمل ورؤية العمل وجودته وطريقة عرضه هذا هو الأهم بالنسبة للقارئ لكن الرواية تختلف بشكل كبير جدا عن الشعر الشعر يخاطب الوجدان صحيح يعتبر صدر الروح وخلاجات النفس لكن الرواية يعني تعبر عن الواقع أكتر الاجتماعي اللي إحنا عايشين فيه وأحيانا تخاطب القلب والعقل معا لا تكتفي بأحدهما على حساب الآخر الفنيات العالية أكتر التي يعني تسمو بالإنسان في أعلى بكثير جدا روحيا وزهنيا هي في الشعر أكتر لكن الرواية تفاصيل الرواية ورؤية الرواية والمشاكل التي تناقشها الرواية تحتاج إلى استجماع كامل من القارئ يعني كيفهم المكتوب في العمل الأدبي الرواي أيضا قضت بلاد ولما يفتح الباب وأنت في لجة الترحيل ترتاب لم يكتشفك حنين ما تراجع لم يعد لقلبك منذ استشرس الناب للموت أسبابه الكبرى بقافية قصت عليها من الأشواق أسبابه لمن ستشتاق لمن ستشتاق إن كانت ديارك في حقيقة الأمر كالأوجاع تنساب من سوف تلقى إذا مات الجميع من سوف تلقى إذا مات الجميع ومن إذا تأخر هذا الفجر تغتاب ومن يعيد إلى المعنى بكارته إن قيل في الشعر أهل الملتقى غاب ماتت بغربتك النكراء أمنية ماتت بغربتك النكراء أمنية فيها لغزة أقران وأصحاب فأين منها سؤال الأمس عن غده وأين منها رضاك العذب يا آب لا تبك فردا على أحزانها لا تبك فردا على أحزانها أدبا نعي البلاد له أصاح آداب صدق الوفاء إذا رويتها بدم فدونه كل حرف منك كذاب البلاد تستحق مننا أن ننتمي إليها بكل مشاعرنا بكل خلجاتنا وبكل لوعجنا الإنسانية والرواضط المشتركة التي تحضر في الشعر وربما تحضر بشكل أعمق وأكثر اتساعا في الرواية الروابط المشتركة ما بين الشعر والرواية من وجهة نظرك غير الذي تفضلت به من حيث أن الرواية تخاطب العقل والشعر يخاطب الوجدان بشكل مباشر هل الفكرة أن هذا الزمن زمن الرواية وبالتالي الكل يذهب ليكتب لأنها فكرة مطلوبة أم هناك روائيون حقيقيون وشعراء حقيقيون يعني هل ممكن بصيغة مختلفة وسلسة هل ممكن لمن أراد أن يكون روائيا أن يكون كذلك؟ تفضل لا وفي ناس بتتماهى مع السوء ومتطلبات السوء وما يطلبه المستمعون هذا هكذا ستدمر كثيرين وستزعج الكثيرين لا القصد ليس السعاج ولكن التشخيص السليم نعم يعني عشان بس لإني برضو قصرة الشيء ليس دليل على أن الشيء هذا كويس لا أبدا لابد أن تنتقي عشان في النهاية ما تلاقيش نفسك ضيعت نفسك على الفاضي فهل الجمهور قادر على الانتقاء يا أستاذ علي؟ القراءة الوعية القادرة على الانتقاء من يقرأ بوعي هل هناك أقصد يعني عناصر جذب غير القراءة يعني مثلا قد يذهب محبو الرواية إلى معرض كتاب معين وجدوا روايات منمقة وواجهات أغلفة جميلة أم أنهم يبحثون عن الاسم أم يتصف يعني لن يجد وقتا حتى يستطيع أن يحكم على الرواية فيتصفحها في خمس دقائق في معرض هذه مشكلة مركبة ليست مرتبطة فقط بالكاتب ولكن مرتبطة بذور النشر أيضا سهولة النشر جرائت الناس أنه منشروا أي حاجة في أي مكان لا يوجد أي مشكلة وطبعا هناك سوشال ميديا وهناك دار نشر تروج لأن في النهاية بعض الناس مش أقول الجميع يعني نعم يهمهم الربح عن الجودة وطبعا هذا يضر بالعمل نفسه أو بالجنس الأدبي نفسه ويتشكل حوله انطباع سيء أنه غير مجدي في بعض الناس أنا أعرفهم لا يحبون الرواية أبدا خالص أقول لك ده كلام فاضي وتضيع وقت ليه تضيع وقت أقول لك أروح أقرأ كتاب فكري جميل جدا لا يوجد أي مشكلة لكن ليه ما تستفيدش من الرواية الكويس يعني حسنت يعني عوالم الرواية هي عوالم مقاربة الواقع فعلا يعني على موازي وشخصيات مماثلة ربما رأيت فيها نفسك يعني فأنت ليه تحجب هذا الإحجاب المطلق أنا ضده وهذا التأييد برضو المطلق أنا أيضا ضده ولكن الانتقاء والتريس والبحث والتطقيق كي تصل إلى عمل يستحق فعلا القراءة والاستفادة وتبنى عليه رؤية نقضية جديدة يا السلام في نفس الوقت فهي مشكلة فعلا مرقبة فأنا لا أنا أميل أكثر يعني للانتقائية الشديدة جدا لا أقرأ كل ما يقابلني لا لا خالص يعني لأن القراءة زوء في النهاية فعلا وحسب النوعية القراءة اللي أنت بتقرأها بيتشكل زوءك على المدى البعيد تخيل مثلا لو في إنسان بيقرأ مثلا نجيب محفوظ لغة نجيب محفوظ في غير الروعة في الروايات جميلة جدا لغة منسابة وسلسة وجميلة السهل ممتنع الحب جدا مثلا لو بتقرأ نجيب محفوظ لغته هيزيب لك لغة هتبقى عندك في مستوى معين أنت بتقرأ عنده الرفع مثلا لو بتقرأ دائما لمصطفى صادق الرفعي العقاد مثلا رغم صعوبة سلوبه العقاد حاجة فزة كبيرة يعني في الأدب لو أنت تعودت عن قراءة لقراءة الناس دي صعب جدا أنك تنزل مع أي عمل هابط وتتفاعل معه وتتأثر به صعب يعني أنا مذهبي ببص لقيت لغة كويسة بكمل مليتهج بقى في الرواية فورا 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 من غير أي تلامي أحسنت كثيرا كان مصرا على استكمال لعبة الحياة نيه؟ كان مصرا على استكمال لعبة الحياة كلنا مصرين على استكمال لعبة الحياة تفضل كان مصرا على استكمال لعبة الحياة والموت لم يستسلم ولم يبدي تراجعا خوفه من عار الهزيمة جعله أكثر قوة وقلدا في مواجهة الألم يا السلام مشى في طريق طويلة بزاد خفيف وأدوات مهترأة كلما أحرز نصرا ولو صغيرا فرح وابتهل وقال اقتربت من الوصول أشعر أن النجاح ينتظرني على مشارف النهاية لاستقبالي بأذرع مفتوحة رقد كثيرا وهو يمني نفسه بأن ثمرة اجتهاده على وشق النضوغ في شجرة الصبري اشتد السباق لا وقت لإلتقاط الأنفاس وإلا دهسته الأقدام من ورائه وخرج من السباق باتت النهاية على وشق الظهور وهو ما زال متقدما وعقله يسرح فيما بعد التتويج والفرحة يا السلام سيعود كل ما فقده وحرم منه وصل أخيرا ورغم شدة التعب إلا أنه رفض أن يأخذ الصراحة قليلة كان يتلهف للتتويج صعد المنصة وحصل على ميدالية وشيك بمبلغ مالي نزل من المنصة مبتسما ولم يصدق نفسه لتحدث المفاجأة بينما كان الجميع يهنئه واستنشوت الفرح بالإنجاز حتى سقط مغشيا عليه مات بعد أن وصل إلى منصة التتويج يا الله ويبدأ في تحقيق حلمه ويعيش في راحة بقية عمره كان يرقض لنهاية أخرى وراء خط السباق وهو لا يشعر انتهت حياته مع بداية تبسامتها له ظن أن فرصته جاءت ليغسل تعب السنين بعرق الصبر والنجاح لكن القدر وضع نهاية مختلفة للسباق طويت قصته وعاشت ميداليته أكثر منه طويت قصته وعاشت ميداليته أكثر منه كلنا هذا الرجل تلك الخاطرة بعد أن قرأت رواية الشيخ البحر إرنيست همونغوي استلهمت الخاطرة بهذا الشكل طبعا الرواية في غاية الروع المنسل همونغوي الذي يصارع القدر رغم كبر سنه ورغم فقره ورغم تخلي الناس عنه إلا أنه ذهب بعيدا حتى أنه قيل يعني عندما في أحداث الرواية عندما عدا من صيده وخسر السمك الضخم اللي استضه بعد 80 يوم أحد أحدون قال له من الذي هزمك قال لا أحد أنا ذهبت بعيدا قلونا نذهب بعيدا بحكمة المائية تنهيدة الطين فغربة القلب تدمي جرح توطين نداء أهل الأعزاء الذين قضوا بكاء غزة من غدر السكاكين أشد ما يذبح الأوطان غفلتها عن الأخلاء والناس المساكين وأحزن الفقد أن يبقى الضياع بها رهن اختلاف الأسامي والعناوين متى ستفهم أرضي أن أغنيتي ممتدة الصوت في تيني وزيتوني وأن غزة أم لي هي امرأة تغري السماء بإهداء القرابين تغازل الشمس باستغراق ضحكتها ترجو أخ الجنبي لا سم الثعابين نبوءة تبعث الأقمار عن أمل بالصبح تحمله كف تواسيني حكاية الباب باب البيت يحفظها عن ظهر قلب أخي في الجرح والديني خيام أهلك في الرمضاء شاهدة برد العراء المدوي في الشرايين يلوح لي يلوح لي الغضب الشعبي ذاكرة لمشهد الحوت في أعماق ذنوني يقول لا تأسى يقول لا تأسى إن الفجر معجزة من حق شعب ينادي خيلح الطيني ضميرها الحي في الألواحي أنقشها فيها تسامى بين الحب الفلسطيني الله الوطن في وعيك الأدبي وتكوينك الروائي الخاص أستاذ علي كلمنا عن الوطن وكيف يحضر في رواياتك المختلفة وقبل ذلك حدثنا عن عنوين رواياتك ثم ذهب بنا إلى وطنك بداية طبعا الرواية الجديدة واضي الطفشان هي صدرة أمس إن شاء الله مبارك الله يباري فيك وستكون يوم الأربع إن شاء الله في معرض الكتاب الكتاب في تونس جميل جدا دار نشر المكتبة العربية في القاهرة إن شاء الله فطبعا هذا العمل الأدبي الخامس الرواية اللي قبل ذلك رواية عرايا في إسطنبول نعم طبعا هي موجودة معنا هنا ورواية إسطنبول عشرين عشرين رواية بين دولتين يا السلام فإن شاء الله طبعا لك نسخة طبعا ما تقاني مني أشكرك جزيل أشكر أنا سعيد جدا بك بحضورك معنا وأكيد بهذه الإنجازات التي لا تخفى على كل متذوقي الأدب العالي والروايات الجميلة وأنت روايي مصري مبدع وجميل إلى الوطن في رواياتك على اختلافها وأنت مواصل بها وأكيد متواصل مع وطنك في قلمك تفضل الله بلادي هواها في لساني وفي دمي يمجدها قلبي ويدعو لها فمي يا سلام ولا خير في من لا يحب بلاده ولا في حبيب الحب إن لم يتيمي يا سلام هكذا قال الرفعي أحسن كثيرا الرفعي وأحسن إذا استشهدت بها الرفعي طبعا الوطن قصة حب تستحق أن تروى وأن يضحى من أجلها لكن بكل أسف يعني أوطننا اليومين دول بعافية شوية فلم نستطيع أن نعيش في أوطننا كما نحب فعيشناها في الكتب وبين الأوراق جميل استبدلنا هذا بذلك يعني وما كتبناه عن الوطن هو كتابة محب يعني يرجو لوطنه الخير والصلاح أنت على الأقل قادر على أن تفضفت غيره كلا يستطيع هذه أمانة أيضا يعني وأنت دايما الكاتب ليس يعني مخير في كل ما يكتب يعني صحيح لأنه دايما نلاقي نفسه أحيانا في مواجهة مع شيء معين كالجند في المعرقة لابد أن يرفع سلاحه أي حار وإلا مات لا مفر من المواجهة وأنا شايف أن الأدب أكبر ساحة للمواجهة يعني حتى لو جيت هنا إسطنبول يعني لفت فيها نظر شيء مهم جدا يعني السياحة الأدبية وجدت أن إسطنبول ويعني ساحة معرقة أدبية يعني قوية جدا ملهمة بشكل كبير الجميع يأتي سياحة علاجية يأتي إلى سياحة تعليمية يأتي هجرة مثلا أو سياحة طرفهية لم يلتفت أحد للسياحة الأدبية رغم أنها موجودة رغم أنها موجودة فلما قرأنا ورأينا الأدباء الأطراك كمهم حبوا إسطنبول بشكل كبير جدا أو تركيا بشكل عام ودوانوا زالت في كتبهم فمثلا نظم حكمة يقول أنا الذي تجسدت إسطنبول في يا السلام يعني ويرى وطنه في نفسه أيضا ونحن رأى أوطننا في أنفسنا عن طريق ما نكتب سنواصل الحديث عن الأوطان وكيف يراها علي الصاوي في رواياته وفي سطور صفحاته ولكن قبل ذلك سنخرج إلى استراحة جديدة وشهدين الكرام إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل ابقوا معنا حياكم الله أعزائنا المشاهدين وما زلنا في رحب هذه الحلقة من بيت القصيد رفقة الأديب والروائية المصرية الأستاذ علي الصاوي قبل أن تقرأ لنا شيئا جديدا من خواطرك الشارية أو فقرة من فقراتك الأدبية حدثنا كيف يمكن للأديب أن ينهض بمشواره وتجربته ومشروعه طبعا الأديب لابد أن يكون لكل شيء غاية ومقصد إذا حدد الأديب غاياته ومقصده سهل عليه الطريق يا سلام من مشى في الطريق حتى أنا في الرواية الأخيرة واضي الطفشان تبطي عبارة كهذه تحمله هذا المعنى يعني من يمشي في الطريق بصدق تتضح له المعالم ويفسح له الطريق وتسانده الظروف وتتجلى له الحقائق أهم حاجة يبقى في وضوح الرؤية وفي وضوح المقصد مع الصدق الفني أيضا وبالتالي طبعا أي مشروع فكري أو أي رؤية أنت عايز تقدمها هتلمس القارئ بشكل كبير جدا ومن هنا يحدث التأثير والتغيير يا سلام في هناك بعض الأعمال يعني تؤثر وتطرق أثر كبير جدا في الناس وأعمال أخرى لا تطرق أي أثر الفرق هنا معنوي وليس بنيوي شعلا ليس علاقة بالبنية والكلام ده لا في رائحة الصدق تفوح من بين الكلمات أكثر فلابد أول لبنة في مشروع أو في طريق أي كاتب أو روائي الصدق الفني الصدق الفني هو أهم من تنميق المعاني أحسن تكثير ومن الرؤى والكلام ده كله يعني فلابد الصدق ده أن يظهر ما بين الصطور وما بين الكلمات إلى فقرة جديدة تفضل طبعا أنا كنت دايما بعض الناس يقولون أن أدب الواقع أو الكتابة انطلاقا من الواقع جفة وشديدة وهكذا يعني هناك من يتهم بالتقريرية يتتهم بالتقرير أو أص لزء يعني خدت من هنا حطيت هنا فطبعا الإبداع ينهض على الخيال هذا شيء طبيعي جدا لكن لابد أن يكون يستند على بزرة موجودة على أرض الواقع حتى أن ما يحصل في الواقع أحيانا يتجاوز الخيال يتجاوز الخيال من حيث النتائج والكثير من التفاصيل والأحداث وأحيانا يتجاوز الخيال فتضطر أن أنت تخفف منه عن طريق أيضا الخيال لصعوبته ولهوله يعني مثلا تخيل لو أنا أعيز أوصف الواقع في غزة حاليا أدبيا أو روائيا مع هذه الفظائع كيف أصفها فعلا لا توصف يحتاج لشيء من التخفيف كي لا تصدم الناس أبدا يا الله فأنا دائما أقول الإبداع ينهض على الخيال لكنه يستند على بذرة على أرض الواقع ينطلق من خلال الأعمال الأدبية تفضل فأنا كنت كتبت كده خطيرة صغيرة في بزيادية ينهض الإبداع على الخيال لكنه ينطلق من بذرة منثورة فيما هي الواقع الوجدانية قد لا يسعفك الخيال أحيانا لكن الواقع لن يخونك أبدا فهو مددك الرئيسي ومركز صيد الأفقار وصياغتها فاكتب ما تراه في الواقع هنا بقى الفيات القصيد فاكتب ما تراه في الواقع بخيال من يتمنى أن يكون عليه الواقع يا سلام كيف تريد أن ترى هذا الواقع فاكتب ما فاكتب ما تراه في الواقع بخيال من يتمنى أن يكون عليه الواقع يا سلام أنت تشكل عالم تشكل عالم على الورق أنت عايز العالم دي يبقى إزاي يعني لو أنت دلوقتي بتتخيل عالم مثالي أو عالم مثلا المسل بتحاكي الموسول والقيم والأخلاق هتقدمها إزاي على الورق زدنا طبعا إحنا كلمنا في طبعا شيء في شيء مهم طبعا اللي كلمنا فيه عرجنا فيه من شوية الخاص بسوشال ميديا وترميز التافهين وكيف أن المسقف الحقيقي فعلا أو اللي عنده شيء حقيقي فعلا وتعب عليه وعايز يقدمه للناس يعني يغمره هذا السيل الجاري من التفاهة والسطحية طبعا على غير الكتاب ألندينو عصر التفاهة كتب الكندي عمل كتاب اسمه عصر التفاهة بتناول هذه القضايا أنا قلت برضو في هذه الجزئية كن الأشطر كن الأشهر قبل أن تكون الأشطر ثم قدم بعد ذلك ما تريد تقديمه من سقط وغثاء فالناس باتوا أسر فالناس باتت أسر العناوين الفارغة من المضامين الجادة والأسرار الحقيقية والله فعلا بعد أن فسدت أذواقهم واغتربت عقولهم وبات شعارهم في هذا الزمن يتهلس يتعيش مفلس كل ما هو جاد وإبداعي في عصر التفاهة مجرد لحظة من لحظات ما هو وهمي وزائف دي مشكلة لا تكن حقيقيا وإلا ستشفر بالغربة وتدفع سمن أصلتك لا تكن جادا على طول الخط ولا تكسر القاعدة وإلا ندمت وتألمت وأحيط بك من الأكثرية الجاهلة وعبيض النمط وإن لم تستطع أن تفعل خذ حظك من العزلة فهي ملاذك الأخير والآمن إذا عزت القيم وتعذرت الصحبة وتقدم شرار الخلق على خيارهم ما الذي تسعى إلى تجذيره في تجربتك وبنائه بكل صراحة الذي أسعى إليه كل إنسان طعم يسعى إلى الخلود هذا أمر طبيعي جدا المطالب بالتمني لكن تأخذ الدنيا غلاب أحسنت يعني أو دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني أرفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر الإنساني عمر ثاني فأنت أولا بفكرك وأدبك وشعرك أيضا تخدم نفسك أولا تسعى الخلود فالناس تخلت بالسير والأذكار وليس بالأموال والأرصادة في البنوك والكلام فهذا أمر شيء مهم جدا بالنسبة لأنا أن أبقى بعد ما ماتي أتذكرني الناس بقول لسجيد أو فعل حسن أو عمل صالح عملته فده أول شيء يعني ثاني حاجة الشجاعة إلا الإنسان لا يحقرن نفسه أبدا مهما بلغت مكنته طالما عنده شيء يقوله فليقوله نعم لا يحقرن أحدكم نفسه أحسنت كثيرا عندك شيء تقدمه افتح الألم وكتب ما تقولش الطريق صعب الناس هتنتقدني الناس لن تستصيغ عملي ولن تراه حسنا الأمر مش هكذا خالص يعني الأمر أن تسجل موقف النتائج على الله لا تفكر فيما وراء ما تكتب فكر فيما تكتب أنت تقوم بدورك فقط ستكتب شهادتهم ويسألوا أنت هذه الغاية ألا تحقرن نفسك مهما بلغت ظروف شدة وقصوى عليك وحتى يعود الشعر العربي ناطقا رسميا باسم الشعوب ما المطلوب أن يولى للشعر اهتمام أكبر من ذلك بكثير وهذا يعني دور حضرتك ومن أفزاز الشعراء هذا شيء مهم أن تعيدوا إلى الشعر مكانته مرة أخرى وأن يكون خير جنس أدبي تعرفون به عن أنفسكم وعن العرب ومآثرهم استدعاء الماضي مهم في انحضار الحاضر اللي احنا عايشين في دلوقتي ليعرف العربي من هو والشباب اللي موجودين حاليا يعرفوا أجدادهم كانوا إيه ربط استخدام الشعر ربط الأجيال الحاضرة عن طريق الشعر بأجيالها السابقة هذا أمر مهم جدا يعني حتى تبقى الرواية منتعشة في منطقتنا العربية حسب تخيلك المشكلة ليست في الرواية نفسها فيما يقدم في الرواية هذا هو الأهم الرواية في نهاية قالب زي الشعر أيضا يعني أضع فيه ما أرى المشكلة في الارتقاء بمستوى الرواية هذا هو الأهم لأنها برضو الرافض من الرافض التغيير يعني نحن أمام تحديات المضمون المضمون وليس العناوين أو الكتاب للرواية وإنما نحن أمام تحدي مضمون هذه الرواية التي تقدم في أي مجال حتى في الصحافة يعني من خطوات إنشاء جريدة أو صحيفة يقولون إيه كيف تنشر وكيف تنشر أحسنت نفس الأمر ينطبق هنا أيضا يعني أنت هتكتب إيه وهتقوله إزاي أحسنت كثيرا إيه اللي أنت عايز تقول إيه الرؤية أستاذ علي الوقت معك يمضي سريعا في الختام ماذا تود أن تقول وصلنا إلى الختام الله يعني أشكرك جدا على هذا اللقاء المسمر الدسم يعني وإنت أخي عزيز طبعا لكن كان في خاطرة شعرية لم نلقيها يعني خذنا إليها ولتكن خاتمة لا بس تفضل خذنا إليها ومن الجميل أن نختم بشيء من الشعر نعم لا يخلو من الشعرية لك الكلمة الآن تفضل سأمضي معك حيث تريدين أخطو على جمر الصعاب أقطع أشواطا وسنين فطريق الحب به شوك أدمى أقدام العاشقين عجزوا وأنا وصلت السيرة أحقق لك ما تطلبين وهناك أيضا قصيدة كذا استوحيتها من موقف حصل ربما يعني تقول اجتمع وفي قلبيهما نجوى وأبى أن يتكلم فتكاشف همسة صمت وخجل ورغبة وشكوى وعبير من المعاني يتناثر شذرا فإذا ما جن الليل سكنت أرواحهما وذابت في يده كقطعة حلوة ذابت في يده كقطعة حلوة ما أشهاها من قطعة حلوة تختم بها هذه الحلقة أستاذ علي الصاوي الأديب والروائية المصرية المميزة جدا ساعدنا باستضافتك في هذه الحلقة من بيت القصر شكرا جزيلا لك شاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته وإذنه يتجدد لقاؤنا وإياكم وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات دائما وأبدا ابقوا في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة